تناقض المشهد المتعلق بالجنوب بين الأقوال والأفعال فتح باب التساؤلات عن اقتراب موعد الحرب من عدمها وبات هذا الأمر اليوم الهاجس الأول على أكثر من خط إلا أن الخط الأمريكي الفرنسي يبدو أنه الأكثر انخراطاً في الواقع اللبناني مع الورقتين المتعلقتين بالـ 1701 والحدود يرى مراقبون أن نقاش في الورقتين والأخذ والرد لم يصل حتى الساعة إلى أي نتيجة في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باستهدفاته وخروقاته واختيالاته ما صعب المهم على الموفد الرئاسي الأمريكي أمس هوكستين وعلى نظيره الفرنسي جائيف لودريان من هنا تحدثت معلومات عن احتمال لقاء بين الرجلين ينتهي بدمج الورقتين بورقة واحدة مما قد يسهل العمل وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من الطرفين عن لقاء قريب والتوجه الجديد كشف متابعون للـ OTV عن حديث جدي عن عمل مشترك فالفرنسي يحمل النقطة المعنية بتطبيق كامل للقرار 1701 فيما الأمريكي يحمل نقطة الترتيبات الأمنية وإعادة الأمور إلى مقبل 27 الأول وأكد المتابعون أن هذا العمل يهدف إلى إيجاد قواصم مشتركة وينطلق من تأثير الأمريكي لتسهيل منع التصعيد ووقوع حرب على الحدود وفي حين أكد حزب الله أنه لم يسمع بهذا الطرح واضع الأمر في خانة اختلاق القصص وأشارت مصادره إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحكى فيها عن أمور غير مطروحة أصلا كشفت مصادر مطلعة للـ OTV عن جو حول طرح مشترك قطري أمريكي فرنسي تم الحديث عن هذا الاحتمال سابقا لكنه لم يترجم بعد إلى نتيجة ملموسة وأعلنت المصادر أن المفد القطري ناقش الطرح الثلاثي مع أكثر من طرف لبناني التقى بهم في بيروت مشيرة إلى أن الطرح المشترك يهدف إلى الدفع أكثر باتجاه الوصول إلى أفضل الممكن حول القرار 1701 وأذا انطلقت المصادر المطلعة من أن حزب الله يرتاح بالتواصل مع الفرنسي والقطري فبالتالي إذا أصبح هذا الطرح واقعا سيفتح باب الحوار المباشر وغير المباشر بشكل أفضل بين كل المعنيين على خط السراي فتقول مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لا معطى تفصلي عن طرح سيأخذ هذا المصار ولكن من خلال لقاءات ميقاتي لمست نقاط مشتركة في جدول أعمال هوكستين ولودريان ومن خلفها اللجنة الخماسية تتعلق بملفين أساسيين هما الرئاسة والـ 1701 والذي أصبح يأخذ حيزا أكبر من الكلام والاهتمام بعد تطورات الجنوب وتؤكد مصادر ميقاتي أن عددا من نقاط التقاطع بحثها المفادون المعنيون بهذا الملف أي الأمريكي والفرنسي وبطبيعة الحال اللجنة الخماسية ما يجعل التقاطعات واردة في طرحاتهم إذن هذا هو المشهد اليوم من الميدان إلى الديبلوماسية والسباق واضح فلمن ستكون الغلبة؟ ترجمة نانسي قنقر